المترجم للقناة 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 قطر مجاتش المترجم للقناة 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 يتمددوا خارج أمريكا وخارج القرى أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية الجزء ده يتمددوا خارجه ويروحوا يغطوا قرات بالكامل خاصة زي ما حضركم عارفين عظماء اللعبة في كرة السلة من أصحاب البشرة الصمراء خاصة أفريقيا طبعا ده نهيك عن لعيبة أوروبا اللي موجودين بشكل كبير في الدورة الـ NBA نهيك كمان عن أسيا النهاردة بقينا نشوف لعيبة في الـ NBA من الصين ولعيبة من اليابان في لعيبة كتير النهاردة بقت موجودة في الـ NBA الجنسيات كتيرة ممكن تلاقي فرقة كاملة الأمريكان اللي فيها 3-4 فالنهاردة هم شافوا أن لازم الـ NBA يتمدد خارج القرى فأسس الـ NBA أفريقا وأسس الـ NBA يوروب وأسس طبعا في أسيا الـ NBA وأسس في أستراليا وأسس في كل مكان NBA أو مدير للـ NBA أو مدير تنفيذ الـ NBA أفريقا بدأ الـ NBA أفريقا يشتغل بدأ يشتغل إزاي الأول في الأفريقيا بدأ يشتغل بكمبات يعمل كامب للعيبة الزغيرين بدأ يبالي تواجد على استحياء إلى أن مضوا تعاقد مع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة فيبا أفريقا مضوا معهم عقد برعاية الـ NBA أو برعاية الـ NBA أفريقا طيب مضوا إيه مضوا الدوري الأفريقي أو الدوري الأبطال أفريقيا مضوا عقد مع الفيبا أفريقا هم يرعوه يرعوه يعني يعني ما فيش نادي هيشترك بيدفع مليم زي ما بقول لكم كده تنقلات انتقالات مباريات قتلات كل ده على حسابهم ولكن الـ NBA هتسوق كل حضراتكم شايفينه أو كل المباراة بتاعته البال هو جزء من الـ NBA أفريقا باسكتبول أفريقا ليج اللي هو دوري الأفريقي لكرة السلة وللنادي الأهلي بالمناسبة وحامل لقبه واللي تأهل بناء عنه لأي بطولة العالم اللي فاتت النهاردة الباسكتبول أفريقا ليج كان حصل بعد التوتر خلينا أقول لكم برضو عشان أديكم الكواليس اللي مش هتسمعوه عند حد تاني حصل بعد التوتر ما بين الـ NBA أفريقا وما بين قطاع الناشئين في النادي الأهلي طب ليه بتقول كده كابتن لأنه عندنا اتنين لعيبة راحوا شاركوا في الـ NBA أكاديمي أو التحكوا مش شاركوا التحكوا بالـ NBA أكاديمي من ناشئين النادي الأهلي سيف هندوي وعلي عصران فالحقيقة حصل بعد التوتر وده وضع طبيعي خلي بالكم ان النادي الأهلي منجم منجم لعيبة كويسة في كرة السلة قطاع الناشئين في نادي القليل كورت السلة حاجة يعني صعبة جدا حاجة الله أكبر يعني بتطلع منجم لعيبة فالنهار دا البسكت بول أفريكا اللي يكشافوا أو الان بي شافوا أن اللعيبة دي كويسة تم استدعاهم والتحقوا بيهم بتبقى مدرسة داخلي بتتعلم وبسكت ودراسيا يعني أكاديميك وسبورتس للبسكت بس وبالمناسبة ما كانها في دكار السنغال وكانت قبل كده الأكاديمية دي موجودة في ساوس أفريكا ويقال إن هتفتح فرع تاني في ساوس أفريكا أو الفرع الأساسي في ساوس أفريكا أو جنوب أفريكا هيفتح ولكن كل دا كلام لسه متحققش عرض الواقع لأنها بتاخد مصاليف كبيرة جدا البسكت بول أفريكا اللي يك راح شارك أكاديمية عمل زيارة لقطاع الناشئين في النادي الأهل وده وضع طبيعي جدا عشان ينشر الجلوجو أو ينشر العلامة التجارية بتاعة البال بسكت بول أفريكا اللي يك دا انتشار لأن شامل حضركم شايفين دا قطاع الناشئين في السورة اللي حضركم شايفينها دي دا قطاع الناشئين دا في مدينة ناصر اللي هو القضاع الأكاديمي الأكبر لكرة السلة في النادي الأهل مين مدير مكتب الـ M.B.A. في مصر؟ محمد عبد المطلب مهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري السابق بعد استقالته وعضو اللجنة الامبئية السابق بعد استقالته ومسك مكتب الـ M.B.A. كاميرا الإبطال ما فوتتش الحدث دا سجلنا التقريب دا مع القائمين والمهندس محمد عبد المطلب وعدد من اللاعبين هناك خلنا نتفرج على التقريب دا مع حضراتكم ونرجع لبقى دا شكرا على الضيافة وسعيد أن أكون موجود مع نادي الأهل وحضركم احنا مبرح كنا بنحتفل على مستقل العالم كله بالـ World Basketball Day فمبرح كنا في الغربية مع الاتحاد المصري في كل سالة بنفتتح ملعب وتجديد 30 مدرسة تجهزها للأولاد والتلميذ اللي عاو باسكت اعلننا عن دوري حنبتدي إن شاء الله قريب بـ M.B.A. بالاشتراك مع الاتحاد المصري واحد المطورين العقريين شريك لنا بدوري في غرب القاهرة برضو تحت World Basketball Day B.A. اللي بقى باسكتبول أفريكا ليج النهاردة جايين للنادي الأهلي بنشاركهم بالاحتفالية داية النادي الأهلي بطل البطولة اللي فاتت وحيلعب إن شاء الله السنة دي في نفس البطولة وجايين القاهرة فعنده حمل عنده لود دفاع عن اللقب وتشريف مصر فالنهاردة جايين نحتفل بقى مع الولاد الصغرين أنا عارف إن كل المراحل السنية من 9 إلى 12 بيتمرانوا هنا في مدينة ناصر فجايين بنوضع عليهم تشيرتات البييل وعشان بس يبقوا موجودين معنا في البطولة ويجوا يشجعوا الفريق إن شاء الله بصي وقت عنا شين طبعا في نادي الأهلي مميز ونتائجه واضحة بقاله فترة وخوزوا بالمرتبط يعني الفترة الأخيرة كذا السنة بطول إن فيه شغل فيه حاجة في منهجية شغالين عليها ودي بتريح الفريق الدرجة الأولى إن فيه باي بلاي فيه خط بيمد الفريق الأول باللعبين والموهوبين دي حاجة كويسة هدف من أهدافنا كـ NBA أو BL إن زيادة عدد الممارسين والمهتمين والمتابعين إذا كان لـ NBA أو BL فحبنا النهاردة إن إحنا نكون موجودين هنا المرحلة الصغيرة داية نفرح معهم ونحتفل معهم باليوم العالمي لكرة السلة ونهديهم حاجات كده من عندنا ويبقى هم يقولون فرحانين إن هم بياخدوا الـ T-shirt بقى يبصي بإحنا إحنا وفهمتها السعادة إن الولادة الصغرين داوا كلهم بيلبسوا الـ T-shirt في بتاع الـ BL أو بتاع NBA أو جونيور NBA بيكونوا الحتة اللي هي بيحصل لهم إنجيجمنت أتاتشمنت للدورة عندنا بتبع حاجة دا الهدف الأساسي به لما كنا استضافنا هنا في برنامج الأبطال المسؤولين عن الـ NBA أفريكا أو البسكبول أفريكا ليك سواء أمادوم مامادو أو فيكتور لما كانوا ديوفنا هنا في الستوديو كان عندهم هدف الهدف إنه كل أفريقيا تلبس تيشرتات وتتكلم وتلعب بسكت يعني يبقى الـ NBA معروف وده فكر تسويئي عالي جدا النهاردة الـ NBA كان زمان يقولك دا لعيب راح كان لازم أنت بنفسك اللي تروح للـ NBA يشوفوك النهاردة الـ NBA هم موجودين موسطينا لو لعيب مميز أكيد هيشوف طريقه وهيختروه وهياخدوه على الـ NBA هناك فالنهاردة ده شغل تسويق شغل ماركتنج شغل بيدوروا على شركاء يكونوا معهم مش وسبونسرز في كل حتة في العالم فالحقيقة فكر جديد وفكر يحترم دايما بتلاقي الرياضة الأمريكية سباقة بجديد ودي الحقيقة يعني موضوع مفروغ منه هنروح لكرة السلة سيدات وانتهت خلاص يعني الفترة المفترة المرتبط وقاهرة وكلام ده كله خلاص توقفات انتهت هتبتدي بقى دور السوبر دور السوبر في كرة السلة سيدات زيه زي الرجال 16 فرق الأول بيلعب 16 التاني بيلعب 15 وهكذا بيلعبه في دور 16 بيستوف 3 اللي بيكسب موبرايتين بيتأهل لدور الثمانية أو بيبقى في الثمانية الكبار اللي بيلعبه بعد كده رايح جاي عشان يحدده مين الأول ومين الثاني ومين الغاية الثامن عشان يلعبه البلاي اوف الحقيقة شكل الدوري بالشكل ده بقى له سنين ما تغيرش واللي عرفناه من الكواليس ان لجنة المسابقات مع مجلس إدارة الاتحاد بيدرسوا تغيير النظام المسابق والحقيقة أنا مع ده البلاي اوف زمان كان مفيد او يبقى مفيد لو عندك 8 فرق بتنافس وبرضو 8 فرق اقل انما زمان كان الدوري اقوى ليه اقوى؟ لانه انت كل الفرق بتبقى في المنافسة حتى النهاية يعني النهاردة في البلاي اوف لما تلعب في دور التمانية اوما التمانية الكبار الاول بيلعب الثامن بيستوف تري او بيستوف فايف واتفر اللي بيلعبه اللي بيخسر خلاص برة بتلاقيه لسه على الموسم شهر ونص او شهرين هو ما بيلعبش فانت خسرت النهاردة لغات ما تقصى للفاينال هم فرقتين اللي بيلعبه والباقي كله قاعد في البين ده برضو مش صح الان بيه نفسه؟ الان بيه نفسه فيه مينما ماتشاط لازم تلعبها يعني فيه الشرق والغرب وبتلعب وبعد كده بيعملوا بطل الشرق وبطل الغرب وبعد كده بطل الشرق وبطل الغرب بيلعبوا بعض على النهائي طيب الوضع ايه والدنيا ايه؟ الوضع انه لازم شكل مسابقة دوري السوبر في كرة السلة تتغير عشان النهاردة انت لازم تدي فرصة لكل الفرق انه يبقى عندها امل اللي انا شايفه الاقرب انه يبقى فيه 16 فريق وتلعب رايح جاي وبعد كده ممكن رايح جاي وبعد الرايح جاي تعمل دورة مجمعة مثلا تحسب الدوري من اول اربع فرق من وجهة نظري هم بيدرسوا دلوقتي بيشوفوا ايه الافضل و ايه الاصلح بس الشكل المسابقة بنسبة كبيرة جدا هيدا داية النادي الاهلي عنده مين في الفرقة سواء دور الستاشر في السيدات هيلعب ان شاء الله الطيران في دور الستاشر الطيران خد المركز الخمستاشر واحنا خدنا المركز الثاني في دوري المرتبط بعد نادي سبورتي هنلعب اول ماتش يوم التلات اللي جاي عاصلت الشهداء بأهل الجزيرة هيكون الساعة ستة بإذن الله طبعا مفيش مرتبط مفيش مرتبط خلاص مرتبط عمل اللي عليه وانتهى ودوري المرتبط انتهى طيب بعد ما تخلص دور الستاشر التمانية الكسبانين هيتطلعوا فوق والتمانية الخسرين هنزلوا تحت التمانية الخسرين هلعبوا على الهبوط اخر فرقتين السابع والثامن من تحت اللي هم هيبقوا تقريبا الخمستاشر والستاشر بقى كترتيب اوبرول يعني هيبقوا هم اللي هنزلوا هيصعد مكانوا اتنين من تحت من دوري الدرجة الاولى والتمانية اللي فوقها يلعبوا راح جاي عشان يترتبوا من الاول للتامن وبعد كده نعيد نفس القصة الاول لعب التامن والتاني لعب السابع وهكذا دوري السوبر للسيدات يعني برضو اتوقع المنافسة اهلي سبورتينج مفيش جديد بس لازم الاهلي ياخد باله ولازم الاهلي يبتدي يوقف على رجلهم تاني النهارده نادي سبورتينج في اسبول بطولة افريقية التاني مرة على التوالي بعد منظمها نادي سبورتينج فالنهارده نادي سبورتينج اصبح نادي يعني من الاندياء الكبار مش اصبح وطول عمره نادي من الاندياء الكبار بس السموسم ده هو بيعلن عن نفسه هو بطل دوري مرتبط والنهارده بطل افريقيا لسنة تانية في وجود فرق انجولا فالنهارده احنا عندنا مشكلة فلازم النهاردة فريق كرة السلة سيدات المكسب مش هيكون بالسهل عندنا نجوم ولكن لازم تعب في الملعب لازم جهد في الملعب لازم شغل في الملعب مهم جدا نحن نركز لانه نادي سبورتينجس عطشان بطولات السنة الفات بما تطلع موسم صفري فالسنة دي هو بيدور على خمسة من خمسة زي ما انت دورت على خمسة من خمسة السنة الفات محتاجين تركيز محتاجين من ركز في حاجة غير الموسكت ان شاء الله الدنيا تبقى احسن وبإذنك يا رب الفريق ده كلنا ثقة في الجهاز الفني كنت انطار خيري واللعبات بإذن الله اروح للكرة الطائرة رجال وكان عندنا مباراة مهمة مع ديلفي بالمناسبة رجال والسيدات لاتنين كان عندهم مباراةين مع ديلفي نيجي لمباراة الرجال في البداية كانت مباراة مهمة في مجموعتنا فوزنا بكل المباراة وفوزنا بكل الأشوات وانتهت المباراة ديلفي 30-25-25-25-25-25-25-16 وكده يكون فرقيتنا خلصت دور التمهيد كله وكسبت كل مطشطها المقولين العرب بيتروجيت الترسانة الشمس تيلفي ديلفي رايح جاي طبعا خلينا يكون واضح مع حضراتكم والكلام ده بعيد وزيد وان احنا حتى الآن ما تحطناش فيه اختبار حقيقي الاختبارات الحقيقية هتيجي ما مش مستعجين عليها وهي غالبا هكون مع نادي الزمالك ده بالإضافة لبطورة أفريقيا كمان هتلاعب على الصالة دي لحضراتكم شايفينها صالة الأمير عمدالله الفصل بمقر النادي الأهل بالجزيرة كاميرا الأبطال كانت موجودة في المطش وصورنا التقييد ده نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني الحمدلله المكسب طبعا فريد ديل فيدي فراكو الحمدلله المدرب بدأ بالشط الأولاني باللعبة الزغار كلها اللي هو من زي حمزة والصوفي وبدأ بسعيد اللي هو البصير بدأ باللعبة اللي لسه لأول مرة يحتكوا السنة دي معانا فدي مش مشكلة خلاص فالجيم كان ماشي واحدة واحدة احنا ضيعنا شوية عندنا شوية مشاكل فالحمدلله قدرنا في شط التاني والثالث ما نغلطش في المشاكل دي الأولانية فخلاص الموضوع بقى تمام يعني وماشينا على النظام والسيستم بتاعنا خلاص كسمنا الحمدلله طبعا احنا خلاصنا الدور في تمهيد الحمدلله المدرب شارك نس كتير قوي اللعبة اللي لسه بدأ واللي لسه راجع طالع من نشئين واللعبة اللي موجودة معانا السنة دي فان شاء الله الفترة الجاة طبعا فيه تمرينات كتير قوي لسه في عبا فيه تكنيك تاني ان شاء الله مش تجاعة تبقى قوية جدا وبإذن الله خير يعني ان شاء الله السنة دي نعمل حاجة كويسة الله يو كمضش في المتناوية هو بس اول جامل اللي كان صعب شوية مساء الحمدلله احنا ركزنا وبعد كده الجامل التاني والتالت حوالا احنا نضغب بالقرسالات طبعا المدير الفاني معتمد علينا طبعا احنا كاستقبال كاريبلو مفرود احنا بنستقبال في الملعب فأنا بحاول اقدم اقدر بغطي الملعب كله أو نص ملعب كمان عندنا سيستم دفنس لازم منتمر عليه منطلع في الماتشات شوفوا في الماتشات الجامدة ان شاء الله ننفزوا طبعا الماتشات اللي جاي صعبة جدا طبعا اللعب سموها اللعب سبورتين ماتشات طبعا اقوى من الماتشات دي بكتير فان شاء الله يعني عايزين نعواض السنة اللي فاتو السنة اللي قابليها وعايزين نحن ناخد الدور ان شاء الله السنة اللي ان شاء الله لا احنا السنة دي طبعا مع المدرب الاجنابي طبعا فيه سيستم فيه وقفات دفنس فيه وقفات استقبال فيه وقفات بلوك يعني جديدة نحن لسه أول مرة نأخذها بصراحة فإن شاء الله هذه السنة مختلفة عن أي سنة ثانية إن شاء الله إن شاء الله الدوري والكاس وأفريقيا إن شاء الله هكون في نادي الآن إن شاء الله والله الحمد لله كان آخر موتش في الدور ده مهم جدا إحنا فضل نكسب دور الأول تمهيدي فكله بنقسم المشاط علينا بنقسم الأحمال يعني طبيعي بقى في سنة تزابز وبسنة مهم أهم حاجة إن نحن نوصل إلى الدور الجاي والمراحل المهمة في أعلى فورما ممكن لكل اللعيبة فده كان التراجب بتاعنا وإن شاء الله إحنا ماشينا عليه كويس بإذن الله في موضوع الناشئين دقاف فيه كذا حد من الناشئين طالع معنا وبالذات في الحتة دي هو بيتكلم إن إحنا مهما كان الدنيا ماشي كويس الدنيا ماشي مش أحسن حاجة في الماتش إن إحنا لازم نبقى مع بعض نفضل كلنا صغير كبير اللي في الملعب مهم حاجة نفضل تيم واحد نفضل مع بعض بيقام حاجة بس الفولي وكده بيمشي وبيجي بس أهم حاجة طول ما نخسارش بعض من نخسارش إن إحنا نبقى وحدتنا يعني مع عوضة في الماتشات خلص الماتشات الجاي عندنا الدروج جاي لسه مش عارف مش عارف قيمت بالزبط هيبقى سموحة وسبورتنج وهيليوبلس تقريبا بس زي ما قلتلك دي خلاص انت كده دخلت في الماتشات المهمة دخلت في الماتشات الجد والتركيز لازم يقعلى الشغل لازم يقعلى يعني دخلت في المراحل حسم الدوري بس أهم فترة في الموسم زي ما شفتوا اللعيبة بتتكلم عن أفريقيا يعني زي ما قلتلكم يعني حاسين إن بطولة أفريقيا عندنا في الصالة وإن مهمة جداً وزي ما قلتلكم إن اللي هيكسب أفريقيا من الرجال والسيدات هتشارك في بطولة العالم فنتمنها إن شاء الله تكون أهلوية سواء رجال أو سيدات وهتتلاعب على صارة أمير عبدالله فيصل زي ما استضفنا السنة اللي فاتت أبطال الكؤوس لكرة اليد رجال وسيدات وكأس السوبر رجال ونجحت الحمد لله خرجت بشكل جيد نتمنى إن شاء الله بطولة أفريقيا القادمة رجال وسيدات في العادي هي بتتلاعب بتبقى في مارس إبريل مايو بتبقى في الوقت ده أتصور رمضان إن شاء الله يكون كل سنة وحضركم طيبين بيدي في النصف الأول من مارس أتصور البطولة دي يكون بعد العيد يعني ممكن آخر في النصف الأخير من إبريل بطولة أفريقيا لما عرف ما عادها بالزبط هقول لحضركم نفس المباراة دي ديلفي رجال زيها كان للسيدات بس الاختلاف الرجال في مجموعة ولكن السيدات بلعبوا رايح جاي فمباركة مع ديلفي كانت مهمة جدا وفوزنا الحمد لله 3-0 وطبعا بيقود فريق الرجال منذ طبعا المدير الفني الأسباني وبيقود فريق السيدات كابتن إبراهيم فخر الدين والفرقة فاسد بفوز مريح 25-17 25-11 25-17 وعندنا المباراة اللي جاية مع نادي الشمس عندنا 33 نقطة من 11 فوز 33 نقطة من 11 فوز متتالي وإن شاء الله المباراة اللي جاية مع نادي الشمس ستبقى يوم 8 يناير بإذن الله القادم كابتن إبراهيم فخر الدين لي فلسفة بيشارك كل اللعيبة بيجهز كل اللعيبات يعني دايما بيحاول يكون فرقته جاهزة بشكل جيد وبرضو نفس الكلام الاختبار الحقيقي لسه مجاش اختبارك الحقيقي هيكون في أفريقيا ومبارايتك مع نادي الزمالك سيدات نتمنى كل التوفيق أكيد لهذا الفريق شغالين كويس ماشيين بشكل جيد ربنا يا رب يحافظ عليهم من الإصابات نتمنى عودة أيا الشامي كمان أحسن ضريبة في أفريقيا رأى مركز أربعة والحقيقة اللي عملت عملية في كتفها كبيرة وبتخضى العلاج الطبيعي نتمنى إن شاء الله أنها تعود وتلحق بالفريق سواء في دوت أفريقيا أو في مبارايت البلاي أوف اللي هتتلاعب أكيد مع نادي زمالك هذا الموسم نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين بعد انتهاء أخبارنا داخل النادي الأهلي نستكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد دايما بيكون في البطولات الأفريقية أو في أفريقيا بشكل عام بتتقسم مناطق زونز بيبقى فيه المنطقة الخمسة اللي بيقع فيها مصر اللي بتاخد دول حوض النيل مصر السودان جنوب السودان أثيوبيا كينيا رواندا دي دول منابع النيل أو المنطقة دي بتبقى المنطقة الخمسة زون 5 مش عارف زون 1 بتبقى شمال أفريقيا زون 2 ولا 3 بتبقى غرب أفريقيا وسط أفريقيا جنوب أفريقيا يعني متقسمة زونز احنا بنقع في المنطقة الخمسة ودايما كنا لما بنلعب ونتأهل لبطول أفريقيا أو لعلعاب أفريقية أو تمر أي بطول أفريقيا بيكون عليها الإقبال شديد أو ممكن فرق كتير أو ممكن عايزة تشترك فيها بيقسموا أفريقيا زونز ويعملوا تصفيات كوليفيكيشن جيمز عشان تتأهل منها للبطولات دي كرة طائرة رجال بعد الإنجازات الكبيرة اللي حققت الحقيقة السنة اللي فاتت وتأهلنا للأمبياد باريس 2024 واخدنا بطولة أفريقيا بعد غياب في البطولة تنظمت هنا في مصر واستضفنا طبعا نجمنا في المنتخب الوطني لكرة طائرة رجال ومشاركتهم كمان بعد بطولة أفريقيا في الملحق اللي كان في اليابان عشان تتأهل منه مصر لأولمبياد 2024 وقابلنا أكبر الفرق وكان فيه أخير فوز على منتخب اليابان العنيد القوي فوزنا عليه واستطعنا نتأهل وكسبنا كمان يعني فريق تونس وتأهلنا إلى المباراة أو إلى أولمبياد توكيو 20-24 طيب الخبر ده ليه؟ لأن مصر قدمت تستضيف تصفية المنطقة الخامسة للكرة طائرة رجال عشان تأهلها لألعاب الأفريقية الألعاب الأفريقية تلاعب في غانة في أكرى العاصمة الغنية أكرى وهتتلاعب في مارس القادم طيب أنا عايز أقول لكم أن البطولات دي كانت بتتلاعب دايما في شهر 7-8 كونها أو يعني زيها زي بطولات أو الألعاب الأولمبية الألعاب الأفريقية والألعاب العربية كانت دايما أبدا بنشارك في الصيف طب هي ليه بتتلاعب دلوقتي في مارس وكان مفوط تلاعب السنة اللي فاتت لأنه غانة مش جاهزة عندها مشكلة في التنظيم وضع طبيعي أفريقيا دي قرر اللي بننتمي لها أكيد لا يخفى على أحد ظروف الاقتصادية الصعبة على كل الدول فأكيد النهاردة ألعاب أفريقية بتشارك على الألعاب 25 أو 26 لعبة أولمبية بتبقى موجودة في هذه البطولة وبيبقى مشاركين كل حتة يعني مصر مثلا أنا فاكر كنا عاديين في قرية أولمبية في جنوب أفريقيا كنا حوالي 6-7-7-7 ما بين لعب وإداري ومعملين قرية أولمبية كبيرة فالنهاردة غانة يعني وهي أحد الدول الأفريقية بتعاني يعني أكيد فعشان تجهز كان موضوع محتاج وقت ما جهزتش أونتاي زي ما بيقولوا في البطولة تتلعب في مارس عشرين أربعة وعشرين وده معنى أنا تتلعب في الشتاء والموضوع ده أنا سنين ما شفتوش يعني أنا من أول ما بدأت أشارك مع منتخب مصر ما حصلش إن إحنا لعبنا بطولة ألعاب أفريقية في الشتاء بتتلعب وبتتلعب في إمتى بتتلعب بعد الأولمبياد بسنتين يعني مفروض كتبقى عشرين وعشرين يعني سنتين بيبقى أولمبياد كنا دايما كده سنتين السنة دي أولمبياد بعدها بسنتين ألعاب عربية وألعاب أفريقية السنتين اللي بعدها أولمبياد فبتيجي in between بالزبط الأولمبياد من دورة لدورة فالنهار ده كان مفروض تتعامل توكيو عشرين عشرين كان مفروض تتعامل اتنين وعشرين اه توكيو عشرين عشرين تلعبت واحد وعشرين وضع طبيعي على كورونا بس خلينا نتكلم على الطبيعي عشرين عشرين كان مفروض البطولة ألعاب الأفريقية تتلعب تنين وعشرين كانت مصر بتستضيف الاعابة الافريقية دي وكانت لما بتيجي مصر كان بيبقى ليها شنة ورنة ويمكن تفتكروا جنيت عمر دياب بالحب تجمعنا دي كانت ساتين وتسعين سنة واحد وتسعين الاعابة الافريقية كنت انا صغير في السن وكنت بروح حضر مبارياتها وكانت مبارياتها في الصلاة واحد كانت لسه استاد القاهرة كان لسه خلصان الصلاة المغطى اللي حضراتكم شايفينها دي كانت خلصانة وهقول لكم حاجة بسيطة احب شارك حضراتكم فيها معايا وقت الاستاد القاهرة اتعامل خصيصا عشان بطوط العابة الافريقية فما كانش عندنا البنية التحتية القوية اللي موجودة دي الوقت فكان عشان يخلصوا بسرعة الصلاة عملوا ليها نوع من الخرصانة مش محتاج دهان ولا تشطيف خارجي انا فاكر كويس قوي جدا الموضوع ده لان احنا كنا وإحنا زغارين بنقول طب هنالحق مصر مش هتالحق فكان الاعجاز ساعتها اللي عملته طبعا شركات المصرية ان هم يختاروا نوع خرصانة وما زال حتى الان موجود لو روحت الاستاد هتلاقي مش مدهون يعني وانت برة كده ماشي حاولين استاد القاهرة بص على الصلاة كده من برة مش هتتلاقيها بتدهن نوع الخرصانة ما كانش محتاج تشطيبات ولا وجهات عشان زي ما حضراتكم عارفين ان البنى سهل ولكن التشطيب هو الأصعب فانا فاكر الصلاة المغطاة سنة 91 مصر وكانت اغنيت عمر دياب الشهيرة بالحب الجمعنا وكان غنها باللغتين اللغة العربية بين واللغة الفرنسية والنها بالانجليزي كمان انا فاكر وسغنها في ساد القاهرة وكانت عاملة شنة ورنة كبيرة وافتكر مباراة منتخب مصر كورة الصلاة اللي حضرتها في صلاة واحد وكانت صلاة واحد بالنسبة لإبهار لان كانت 25 ألف متفرج بيحضرها أو 20 ألف متفرج قبل التطويرات دي تطويرات قليلت العدد شوية عشان نخلوا الكراسي وفيه بيتش ما بين كل كرسي والتاني فالنهاردة العدد قلي شوية انما كان زمان لا تاخد تاخد أعداد كبيرة فصلاة واحد يعني أنا بشارككم لأن تنظيم بطولة ألعاب أفريقية صعبة طيب البطولة تلعب فينها تلعب اللي جاية في غانا في شهر ثلاثة نرجع للخبر الرئيسي بقى خبر الرئيسي وهو مصر هتستضيف تصفيات المجموعة الخمسة في كرة طائرة رجال والمؤهلة للأولمبياد الألعاب الأفريقية طيب مين الفرقة اللي هتشارك زي ما قلت حضراتكم من منابع النيل كينيا رواندا بورندي أغاندا أثيوبيا بالإضافة لمصر طيب مين أقوى فرقة من أغامك كينيا حسنا ما نقعدش إن إيه نفتكر إنها لا هي كينيا هتبقى أصعب فرقة لعبها وفي العادي بتقاهل فرقتين يعني ممكن وفرقة والتالي بتاخد وايكارد فغالما بيروح فرقتين زي ما حصل مع منتخب السلف سنة خسرنا وخسرنا من كينيا قبل رويرانا لو تفتكروا كان تقريبا مدير فني مش عارب بس كان تقريبا كابتن مرعي على ما أتذكر ومفكر حضراتكم تاري إن مصر الجيل ده خلاص هيلعب أولمبياد باريس عشرين اربعة عشرين وتمنى إن شاء الله للاتحاد اللي ماشي كويس بقادة المهندس خالد أمر إنه يعملوا شغل كويس وعدات كويس لمنتخب ياسر أمر أنا آسف ياسر أمر عشان يستطيعوا أن هم يظهروا بمظهر كويس لمنتخب مصر في بطولة ألعاب الأولمبية القادمة كنا قلنا خبر الحلقة اللي فاتت عن الخماس الحديث وطبعا بنهاية كل سنة الاتحاد الدولي الخماس الحديث بيأمل حفل توزيع جوائز السنة اللي فاتت كنا حصلنا على خمسة من اتناشر حصلنا على خمس جوائز بيناس حطوا أحسن لعب وأحسن لعب ناشئ هقول لكم أنا دلوقتي وأحسن مدرب وأحسن منتخب وأحسن اتحاد يعني تقليد عمله الاتحاد الدولي الخماسي وهي أفضل وأهم الألعاب الأولمبية على الإطلاق لأنها خمس ألعاب في بعض كومبو طيب الاتحاد المصري أو الخماس الحديث المصري تسيطر على جواز الاتحاد الدولي وده لأنا قلته مش احنا ما بنهزرش اتحاد الخماسي من اتحاد الشغالة وده وضع طبيعي طيب إيه الجوائز خلينا نقول لكم الجوائز اتحاد الدولي جدد أو عمل ثلاث جوائز جداد بقوا مجمل خمستاشر جائزة منتخب أو اتحاد أو اللعبة في مصر فازت بستة من أصل خمستاشر يعني بنتكلم تقريبا في حوالي خمسين في المية لا أقلش وأربعين في المية أربعين في المية من الجوائز وحصل اتحاد المصري برئاسة مهند شريف أريان رئيس الاتحاد المصري ونقب رئيس اتحاد الدولي على جائزة أفضل اتحاد طيبا دي للسنة التانية على التوالي وفريق في العالم لعام 20-20 وكمان كسب مهند شعبان جائزة أفضل لعب في العالم 20-20 مناصفة مع البطل اللومبي الإنجليزي جوزيف تشونج وحققت ملك إسماعيل جائزة أفضل لعبة ناشئة تحت 21 سنة وكمان جات فريدة خليل وفازت بجائزة أفضل لعبة شابة تحت 17 سنة وحصل جوائز يعني وحصل جويت خور المدير الفني المنتخب مصر جائزة أفضل مدير فني في العالم سمين الجوائز عاملة زي يا جماعة وكمان حصل الجهاز الفني المنتخب مصر عجزة أفضل جهاز تدريب متكامل للعام الحالي والمكون من جويت خور المدير الفني ومحمد الصباحي مدرب السلاح وطارئ النوهي مدرب السباحة وياسر عصر مدرب الفروسية وأحمد سلامة مدرب الرماية وشمس المال مدرب الجاري زي ما قلت حضراتكم مصر السنة الفاتح حصدت 5 جوائز من أصل 12 السنة دي حصد 6 من أصل 15 وخلينا أوريكم إن دي كلها مؤشرات إن انت ماشي صح ولولا اللعبة دي في أولمبياد باريس 22 ما كناش قفزنا القافزة دي بالفضية بتاعت الجندي لولا الفضية دي كان زمان هنبقى موقفنا في الترتيب ما كانش جايد انت عارفين طبعا مدير فضية تعادل انفينيتي أو لا نهائي من المديرات البرونزية ونفس الوضع بالنسبة لمدير دهب لو خدت مدير دهب واحدة تساوي انفينيتي لا نهائي من المديريات الفضية يعني انت لو خدت ألف مديريا فضة وخدت مديريا واحدة دهب فأنت تسبق كل الدول اللي خدت ألف مديريا فضة فالنهار ده مديريا بلون عالي بتضمن لك ترتيب جايد في الجدول مهم جدا السنة الجاية نلعب على مديريات وألوان أفضل من البرونز محتاجين دهب محتاجين دهب محتاجين دهب والدهب ده ممكن يجي من خلال ألعاب مش معروفة الخماسي منهم رفع الأثقال منهم يا رب بس يحفظهم من موضوع المنشطات أنا بقلق جدا من رفع الأثقال في موضوع المنشطات الجودو ممكن منهم عندك كمان ألعاب القوة لا يمكن بعيد السلاح السلاح حلقتنا كانت على السلاح الحلقة اللي فاتت ممكن يجيب لك مديريا دهب يعني أصدأ أقول لك مهم جدا تجيب دهب الدهب هيخليك تسبق كل الدول اللي واخد أفضل وبرونز بس فمهم جدا نعلم اللون بتاعنا إن شاء الله ويبقى دهب السنة الجاية أو الأولمبياد اللي جاية وبيني وبينكم أنا دائما بحط يدي على قلبي ليه لأنه أنت الأولمبياد بتبقى المنافسة شرسة جدا وواضح ممكن لعيب يبقى موفق ولعيب مش موفق لعيب تصاب قبل البطولة بشوية فمحتاج أنت قاعدة كبيرة ونجوم كتير عشان في الآخر تاخد عدد مداليات مناسب خبرنا قبل الأخير النهاردة في حلقتنا وفي جزء الأخبار اتحاد الريشة الطائرة يكرم منتخب الناشئين بعد التتويج ببطولة أفريقيا اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله عمل حفل تكريم لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة بعد النتائج المتميزة اللي كان حققها المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة واللي كانت في مدينة هراري عاصمة زنبابوي وزنبابوي من الدولة المتقدمة في الريشة الطائرة في الفترة من 6 حتى 15 ديسمبر اللي احنا فيه مجلس إدارة كان حريص على تكريم اللاعبين والاحتفال بيهم وقبل أمورهم كمان كنوع من التقدير لمجهودهم الكبير اللي بزلوه مع أولادهم في الفترة اللي فاتت ودكتور علي حسب الله قال لأولياء الأمور إنهم شركاء في النجاحات دي وإنهم الأساس في أي نجاح بيوصل لأبنائهم في الفترة اللي فاتت ده وضع طبيعي جدا زي ما قلنا إن الأسرة هي الخلية الأساسية للنجاح الأسرة لو دعمت اللاعب ودعمت ابنها ودعمت بنتها بشكل كبير هي الدعم الأول ابنها بيبقى في حتة تانية الاتحاد والمنتخبات والحاجات دي كلها أمور مهمة ولكن الأسرة هي الأساس مصر كانت حققت في بطولة أفريكا دي سبع مدليات وهجوم كالآتي أربعة فضة ثلاثة برونز وكانوا كالتالي فضيت الفرق فضيت فردي الناشئات عن طريق نور محمد فكري فضيت زوجي الناشئات عن طريق نور محمد فكري وملايكة محمد حسن فضيت الزوجي المختلط عن طريق مؤمن خالد محمد وملايكة محمد حسن برونزيت فردي الناشئات عن طريق ملايكة محمد حسن برنزيت زوجي الناشئات عن طريق ميرة علي عبدالغفور ورحيم حسين خالد برنزيت الزوجي المختلط عن طريق عمر الصبان ونور محمد فكري وشارك منتخبنا الوطني في البطولة بقائمة تضم تسع لعبين بواقع أربع لعبين وخمس لعبات وضم منتخب الناشئين كل من مؤمن خالد محمد أحمد محمد عبدالعال محمد عمر نعمان وعمر أحمد الصبان فيما ضم منتخب الناشئات نور محمد فكري رحيم حسين خالد ملايكة محمد حسن وميرة علي عبدالغفور لينا الفرماوي وترأس بأس منتخب المصري في زنبابوي كريم أحمد شديد عضو مجلس دارة الاتحاد المصري ريشة الطائرة بينما قادر المنتخب فنيا هشام سليمان وعوانه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام كده يكون خلصت أخبارنا الحقيقة وحاولنا بقدر المستطاع نحن نحط حضراتكم قدام كل ما الأحداث المهمة هذا الأسبوع سواء في اليومين اللي فاتوا أو في اليومين القادمين إلى الحلقة القادمة هنطلع لفاصل عزيزي المشاهدين هنرجع بعد الفاصل عشان نستقبل أبطال منتخب مصري الكرة الطائرة ناشئين تحت 17 سنة واللي فازوا في بطولة أفريقيا اللي كانت منذ أيام في مدينة مصراطة في ليبيا وهنصطديف الرباعي الأهلاوي اللي شارك في هذه البطولة هنبتدي طبعا بأبطالنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية برحب بأبطالنا مويد 2008 لعبين منتخب مصر الناشئين تحت 17 سنة والليعب ومنتخب مصر الكرة الطائرة طبعا أكيد والليعب بطولة أفريقيا في دولة ليبيا الشقيقة تحديدا في مدينة مصراطة واللي فازوا بالمركز الأول وتأهلوا بناء على هذا الفوز إلى كأس الأعلم برحب في البداية بحمزة ياسين لعب نادي الأهلي ومنتخب مصر ضارب مركز أرباع أهلا بيك حمزة أهلا بحضراتك مرورنا مبروك طبعا برحب مروان كمان متولي نجم النادي الأهلي كمان وضارب مركز أرباع ولعب منتخب مصر أيضا مروان أهلا بيك أهلا بحضراتك يمكن البطولة كانت مهمة أنتوا لعبتوا مباراة على مستوى كبير يعني إليه بيأول مرة تستضيف بطولة أفريقية من فترة كلمني على استعدادات تبتدتونها إمتى البطولة دي جمعتم على المنتخب من قدي من حوالي سبع شهور كده اتجمعنا بأول خلص بس عددنا كان كبير أوي حوالي 100 أوي بس حوالي مصر كلها بقى إسكندرية وجيزة وكايرة وكل مصر بقى الكابتن بعدي جمع كله كابتن مين اللي جمع كابتن أحمد السيد وكابتن ماحي وكابتن مدبولي كابتن بيرسي كان خبير جاي من بره من برازيل قاعد يجمعوا كله بقى من حوالي مصر كلها وعلى حد ما صفصفوا على 60 بقى والكلام ده حد ما وصلنا 25 25 دول قاعدنا فترة بقى من اتمر 25 25 لعيب شهر فبعد كده بقى الفترة الأخرانية بقى لو أهرصح بالقرب على البطولة بنا بقى بننزل حد ما وصلنا 18 كانت قبل البطولة بتاعة 3 أسابيع مثلاً كده 18 كنت قاعدين فنت أغلب الوقت المعسكة المغلق مركز أولمبي مفتوح المركز أولمبي بتروحوا تيجو كل يوم كل يوم نتمرنا صبح 8 صبح مثلاً كده وساعة 2 الدور طب وتقعدوا الفترة دي في المركز أولمبي مركز أولمبي مفتوح ده موجد عليكم كان موجد شوية علينا بس يعني انتوا لسه في أول حياتكم والسه الشباب يعني تتحبيروا لزه فالحمده لاني بس فالحد قبل البطولة بتاعة 3 أسابيع كده كنا 18 قبل البطولة بسبوع اسبوعين كده مثلاً الكابتن بقى مصفي بقى الـ 12 اللي سفروا اللي سفروا تمام منهم أربعة من النادي الأهلي انتوا اللي أربعة والغريب كمان ان فيه 3 أربعات انتوا 3 من أربعة مشاركين من النادي أهلي فده يعني حاجة 2 من المركز ده عندنا الله أكبر جامد اللي المركز ده أريده صعب يعني المركز ده هو صنع العلعاب يكونوا مركزين صعاب والتلاتات طبعاً عشان الطول بس الأربعات هما الأكتر مهارة لأنهم بيبقى محتاج استقبال وضرب وتبقى قصة كبيرة ساعتك يعني طيب خلينا نتكلم فيه السفر انتوا سفرتوا وخلصت حديث ناشر لعيب روحتوا مسراطة مين كان مجموعاتك لو تفتكر أصعب ماتش في التصفيات يعني كلمني عن البطولة من أولها بقى من أولها يعني كل ماتش كنا كابتن طبعاً كان بيبقى مركز معنا أن كل ماتش لازم نكسبه كابتن أحمد أه طعم السيد كل ماتش لازم نكسبه وكل الكبات يعني أن أول ماتش العبناء كان مع تونس أول ماتش كان مع تونس وفي تونس دي كانت تعتبر من الفرق المنافسة على البطولة فالماتش كان صعب يعني بس الحمد ربنا وفّانا وكسبناها 3-0 فالكابتن لدينا احنا الماتش كده عاكينا ما كسبناش حاجة ولازم نركز بقى على الماتشات اللي جاية والبطولة ما يفعش نتغر بقى والكلام ده ونقول حكي سيبنا وكلام ده فلازم نركز على الماتشات اللي جاية نعم وماتش ليبيا بطالي يعني يعني الفينال برضو 3-0 ده بيدلي على التفوق يعني الحمد لله احنا كنا متفوقين الحمد لله على مستوى الفني والبدني وكلام ده الحمد لله بس ليبيا كانت المشكلة ماتش صعب عشان كان معهم جمهور فالجمهور برضو بيأثر برضو سوية على اللعب بس كابتان حمس كان بيقولاني الجمهور مش بلعب معاكم بس انتوا لعبتوهم مرتين مرة في المجموعة كسبنا برضو والمجموعة والفينال برضو كسبنا المجموعة كان 3-0 برضو؟ كل المجموعة 3-0 الحمد لله ماشاء الله لقى حاجة جميلة جدا وخلينا جيلك بقى حمزة انت أفضل لعب في البطولة ماشاء الله وده كأس الان في بي قدامنا على الشاشة هولا وتجيبوها يا جماعة حاجة يعني فخمة جدا جدا يعني شغل فاخر يعني طبعا وانت يعني اخوتك الاثنين البنات نور ياسين وآيات ياسين لعابات النادي الاهلي واللي بيلعبه دلوقتي في الان سي دابل اي في امريكا وانت طبعا بقى أخوهم الزغية فماشاء الله يعني طلع بتاحد وحزوهم يعني طبعا انت ابنك كابتان ياسين يعني لعب كياسين أمين لعب النادي الاهلي السابق وطبعا قضو الاتحاد المصري السابق يعني حاجة برضو في كرة طائرة يعني لها تاريخ كلمني بقى عن البطولة والمطشاط وانت بدأت ازاي وهل انت قبل مشاركتك في البطولة كنت متخاني انت ممكن تاخد أحسن لعب؟ وانا كنت يعني كنا بنتعب طبعا كلنا وفانا كنت بكتهد يعني وكده فانا حسيت يعني كان أمل كبير في ربنا الحمد الله فانا كنت حاس يعني وهما بيوزاك جايز ان ده انا اخد حاجة ان شاء الله فانا اكتهدت وتعبت اقوي في البطولة دي يعني فانا حسيت يعني انها كنت ممكن اخده من الاول مطش حسيت انت يعني رقم قويسة اه من الاول مطش كنت بدأت كويس بحسب عرقم متوفق وكده خاصة الخمس فرق بس اللي كانوا مشاركين في البطولة الرابع خرج وبعا كده الاول بيلعب الرابع خمس خرج وبعا كده مطش التقيلة برضو مطش التقيلة اه ما كانش في اي حاجة السلاة كانت متقفلة طب هل في فرقة افريقية كانت موجودة قوية ولا الكاميرون كاميرون قوية او كانت احجام طبعا لا تحس ان هم عندهم مثلا بتاع 30 سنة لليعليم مش عاب يجبوا من الى الاحجام والاطوال بلعبوا بعشوائية لا بس اه احنا كابول يقول احسن بس هما كفيزيكا المتعبين بلعبوا بعشوائية شوية فالفرنتي ترعب بعشوائية دي معنداش من نظام بتبقى صعبة شوية دايما كده دايما نحن نكسبهم كده ان احنا منظمين بس انتو الاربعات بتاعانوا بقى ليه بقى لان ايديهم طويلة فانت ربطيك تدرب بتلاقي السقان ورجلين وايدين اه يعني مش بتلاقي ايدين بس انت ممكن تلاقي السقان فوق السبكة كمان موضوع صعب في الموضوع بيكون صعب طيب حد كان بنفسك يعني في الان في بي دي يعني حد كان مرأي منك اه كان فيه اللي هو بتاع تونس اربعات تونس وفيه اربعات ليبيا هم الاربعات هم اللي بيبقوا ايمين اه هم الاتنين دول بس الحمد لله الفرقة تعانوا مفخر موضوعين فالحمد لله طيب قولي اه اه نفس القصة في التجمع مع المنتخب انتو كنت عددك كبير جدا بتاع مية وستين في البداية ده كتير اوي اه كان كتير اوي كنت مرروا ازاي ده ده على مجميع بقى يعني مثلا انتهت ساعات والملعب ما يكفيش حد احنا لو خدنا كل اتين متر في الملعب احنا كنا في الاستاد فاحنا كنا معادين بقى الاستاد كله مليان بس فكانوا بيعسموني احبه في الملعب حبه المدرجات احس ان احنا المية وستين يكافه الملعب بس ده فكرة كويس ممكن يكون واحد مثلا في الصعيد ومش متشاف حاجة كويس يعني برضو مش حاجة وحش وبعد كده بدأنا نصفي 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 طبع عملت ايه مع المذاكرة ولا ايه الاخبار لا يعني كنا منذكر في النص كوزت المعسكر لا اخب ذكرتنا مع هذا كده بقى يعني لو لقينا وقت اه لو بقى لو لقينا وقت نذكر وطبعا المعايا جاي في وقت صعب او بصراحة يعني امتحانات وبتاع وكده اهو خدنا اسبوعين اجازة بقى أن نذكر فيه بس انت فقولة سنوي اه اولا سنوي وانت لسه فقولة ولا تانية وانت لسه فقولة ولا تانية مهم بعيد لسه عن سنوية عامة ولسه لسه سنتين اهو لسه سنتين فكويس طيب قولي انت على تواصل مع نور وقايات ولا لا اه طبعا بواصل معهم اه وامتبعين ماتشاطك وشافوا ماتشاطك كلام بقولك اه يعني شايفين الحمدلله وكمان لما انت خدت ام في بي فما شاء الله انت برضو امتداد ليهم والدنيا مش لا بس النور قبل ما تمشي كانت مكسرة الدنيا ملاحظة بصراحة كنت متائية وهم على طول ام اللي بشجعوني هم والدي ووالدتي يعني ام اللي دايب انفضها طبعا احنا طبعا لان انتو كلكوا عيلة بولي بول فلازم تبقوا كده طب مين مسك الاعلى انا في الفوليس اه هو جيبة مين جيبة؟ هنا في مصر طبعا كابت احمد صلاة طبعا مغير ما اقول انا مسك الاعلى احمد صلاة جيبة ده احسن لايب في العالم ثمان سنين فهو اه ولسه بيلعب لعب بطل خلاص بقاله قدين بطل برازيلي اه برازيلي بيلعب مركز اربعة اه احترف في ايطاليا طبعا اه لايب في ايطاليا سنين طويلة ده مسك الاعلى اه اتفرج علينا اتفرج علينا على طول كل يوم افتعلو كيف فيديوهين طبعا ايه اكتر حاجة اتميزه ونفسك تبقى عندك اقوى كله عنده كل مميزات اصلا ازاي ايه؟ مع كل استقبال وضرب وبلوك ودفنس كل حاجة عنده واشا الله لعب متكامل اه انت عايز تبقى كده خلي بالك لعب الطائرة اللازم يكون كده اقولك انا ثلاثة مستقبلش انا ثلاثة بلوكات بس انا العب سريع اللي يلعب كل حاجة في الحالة دي هتحطك في حتة تانية خارص انت طولة كان ديه؟ انا 129 ما شاء الله برضو يعني طول كويس ان شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله و جاي كويس طب اجي لكاميروان يعني برضو البطولة دي مؤهلة بقى ليه؟ البطولة تعلم كاسعلم فين وامتى والبطولة دي اعتقد انها شاري 7-8 كده احتمال فرنسا اللي يقولوا احتمال فرنسا بس فالبطولة تفراجة اللي اهلها ابنها دي الحمدلله كانت بتآهل لبطولة العالم والحمدلله اخدنا اول فراجة فتآهلنا خلاص الحمدلله ياخدوا اول بس اول وتاني وقالوا احتمال ثالث بس ما اخدوش ثالث ممكن ياخد واي كار دي في الاخر بس اول احنا ليبيا التاني فكده احنا الاثنين راحين كاسعلم بس انا رحنا بقى مرتاحين يعني رحنا تساعدنا كاسعلم مرتاحين بقى مغير ضغطوات بقى كمان انت مش هدفك بس تتآهل انت كنت عايز تاخد بطولة افريق طب انت عارفت المنتخبات اللي شاركت الصيف ده الاكبر منكم وعملوا اداة كويس جدا هناك وفي ناس وفي لعيبة خدت جواز فردية فالنهار ده انتوا عليكم ابقى كبير وهو حمل كبير ان انتوا لازم تروحوا تعملوا اداة كويس ولازم انتوا كمان تأدوا اداة كويس يعني شايفين كده ولا لا نقدر نعمل ده يعني يعني الغريبة انه بيبقى في الكرة الطائرة مثلا انت ماتش يوديك في حتة تانية يعني مثلا سي انت مثلا جيت في دور في مجموعتك كسبت فرقة جامدة سكتك تبقى سعى لا ممكن توصل دور التمانية ماتش بيفرق لان عدد الفرقة ما بقاش كتير ماتش واحد بيفرق فانتوا لازم كل مباراة هتلعبوها في كاس العالم نبزر اقصى ما عندنا الله ينور عليك الله ينور عليك ان شاء الله عنا الجلد هيعمل حاجة ان شاء الله لقد خلقتك الكده هذا اول مرة تحصل في تاريخ افريقيا ما يدخدش ولا شورت فيها اول مرة تاعت فان شاء الله عنا نعمل حاجة اقتهدنا جانس ساعة تمنى اتمران وطعود درها تعبتوا ٥ قد تسحى ما بيبقى في المعادة اتصى ساعة اوامة ونص كل يوم كل يوم فالموضوع بيبقى مجهد بقى انت ساكنت فين؟ مدية ناصر بقى وبتقوموا كنت بتروح مع بعضه تقبلوا بعد ساعات ساعات وأيام جمعة بقى سابت مفيش مقربة كله شغال وأيام الدراسة كان كده برده؟ اه كله ما كناش بنروح بدراسة كنا بناخد ورقة بقى بناخد ورقة من الانتحاد بناخد ورقة من الانتحاد ومدارس كتبت التعامك اه بوافق فتقوم من نوم الصبح تاخد شنطتك ما فيه على طول على التمرين انها رأب يا دا جماعة لدينا حولي سبع شهور بس قبل البطولة بقى ايه؟ بشهر انا رحنا اسكندرية وبعد كار جاءنا هنا في فندو المعادي ما روحتوش اي معسكر خارجي روحتوش اي دولة؟ طب قالوا لكم مع كابتان احمد سيد اتكلم معكم يعني اكيد ابدي كاس على ما تروحو لكم بلدين تلاتة ممكن تسرب يا مكدونية اه اتكلم مع المعسكر قال لنا اصلا احنا في افريقيا اللي احنا لازم ناخد اول عشان فيه معسكرات جاية وبتاعوا بقى وكده فلازم ناخد اول اتخير انتوا محتاجين ماتشاط لليفل وان يعني محتاجين تلوحوا مردونية مثلا تلعبوا رومانيا تلعبوا 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 ومفرق كده ايوه لانه اللعبة في افريقيا حاجة وفي مصر حاجة ولعبة في ايروبا اه حاجة تانية خالص طبعا وكمان هتلاقي اكسام ودونية ايه التوجيهات اللي كان دايما بيقول لكم اتنا حمد سايد يعني انتم في المنتخب النهاردة عندكم ماتشاط رحين الوتيل بيعمل اجتماع قبل الماتش ايه التعليمات الاساسية طبعا في حاجات فنية بيضربوا زواجة ضربوا ايه وزواجة ضربوا ايه ولكن فيه تعليمات اساسية كده بيقول لكم قبل كل ماتش مثلا تفتكن منها ايه مرون يقول قبل اي ماتش يقول انا لازم نركز في ماتش اللي احنا فيه ونلعب رجالة كل واحد يموت نفسه ما حدس يخرج من الملعب قبل ما يكون مخلص كل حاجة عنده واي ماتش بنكسبه باك يا ان شاء الله يوم ايه لانا خلاص انسوا بقى ارموا وراكوا وركز بقى في اللي جاي عشان ما هو بنلعب دوار فما فرقتش انت كسبت الاول احد دوار ولا لأ اهم حاجة في النهايات ومع ذلك انتوا ولا شوت خسرتوه في التصفية الاربع ماتشاط بتاع المجموعة ولا شوت خسرتوه انتوا تليكم هناك كانوا سامنكم فريق الاحلام ها كانوا اا فلابي انتوا هناك تلاقي الفرقة يا عام المنتخب ولا شوت اااا دخلين لكله مفروم كده تونس تفربت وكله كله كده الدخلين بجد بقى اول بطولة بقى لين نعمل الاسم بقى وتاريخ لين بس انتوا اول بطولة انت مشاركش مع المنتخب الكافة يا حاجة لا ده اول منتخب يتعامل ده اول منتخب يتعامل اسلا في السن ده فيت ساعتاشر فيه واحد وعشرين هذه السرقة في مدى خارج يمنحть الخارج عميات أخرىYN قد يكون الأجبر في الأمام انظر في مدى آخرين يحصل عادي. من اللاعب اللي كانوا معنا فيه أربعة من الأهلي. تفتكر كم لعبها من أندية تانية. يعني مثلا الزمالك كم لعب منها. واحد. وإيه مثلا. أكثر منين؟ من إسكندريا مثلا؟ لا نحن أكثر من إسكندريا كان فيه اثنين. إسكندريا كلها اثنين. والزمالك واحد. واحنا أربعة دي سبعة. فاضل خمسة. خمسة كان شمس. شمس واحد. هو شمس واحد. لا لا لا. فيه الترسانة واحد. وفيه اللي ليدو. واللي ليدو واحد. بس فيه مين تاني كده. وطيران. ونادي السيد. ونادي السيد. يعني هما واحد واحد واحد. معادة سموحة. سموحة اثنين. والأهلي باربعة. بس الغريبة برضو دي بحتاجة تحليل. يعني كابتن نوال العادي كان معاهل الحلقة اللي فاتت. وكنا اتكلمنا عنكو. وعنين الإنجاز اللي انت عملتون. هو أربع العيبة. وبدأنا نرجع واحدة واحدة. فترة فات المنتخبات بتلاقي اثنين من الاهلي. الناشئات والناشئين والشباب. فطبعا ده رقم مش مقبول أبدا. يعني دايما هو. على الأقل زي ما احنا بقول. على الأقل أربع. يوم ما يبقى المنتخب مفوش حد من نادي. فكنا بنتكلم. فذكر أساميكو يعني. وقال أن انتو يعني موجودين. وأجملتو أداء كويس جدا. كان حلقة اللي فاتت على طول. كنتو تقريبا لسه ولا كنتو مش مستفر حاجة زي كده. فقال لي إنو إنو. لا الجيل ده جيل مبشر وفي مجموعة جيدة. طيب من اللي بيمرنكو بقى في النادي؟ كابتكريم جمعة. كابتكريم جمعة. حبيبي. عبيبنا كلنا. كابتكريم جمعة ده عسل. عبيبنا كلنا. ما تمرنتوش معهم ولا مرة. صح؟ لا. كنا بننزل معهم متشاة. يا راجل. خلص تمرين منتخب نروع على الماتش. طب إنتو إحنا خدنا القاهرة صح؟ خدنا تمرين خدنا أول. بس كنتو بتروح تمرين خالص. كنا بنروح مثلا تمرين على الماتش. كل خميس وجمعة كنا بناخدها أجازة من المنتخب. بنتمرنا خمس سيام في الأسبوع وخميس وجمعة أجازة. خميس وجمعة تمرون مع النادي؟ يبقى بننزل. أول خميس بقى ده يتمرون مع النادي. والجمعة بسنا بيبقى عندنا ماتش والسبت. انت كده مفيش راحة يبني. معنا كده مكنش بيبقى عندنا راحة. سبعة أيام. ويوم الخميس كامل الصبح كان بيبقى في تبرينة مع المنتخب. تبرينة المنتخب ف... مفيش ولا يوم سيامة. ولا يوم مفيش سيامة ليكو خالص. مفيش تغيير زيت. ويوم الركافري بقى تلج. أولي بتلجي بقى. بس. فيين بقى أقول لي بقى. أنا عايز عرف. في المركز ولمبي. أحسن المركز ولمبي. لم تدخلتش في السنة. فيين بقى؟ بقى يعني في قد اللبس. عمين كده؟ فيه اوضة. برميل كده بتزوله فيه. وكام برميل بقى مموضة. فالواحد برضو بيفضل شاد. اربعة مثلا. لا اربعة مثلا للحاجة. يعني البرميل بيشيل اربعة. لا البرميل بيشيل واحد. كل واحد واحد. اربعة برميل بقى. اه. فانت بتوها في طبور. اه. بتقعد قدي بقى في الجماشر. حوالي. خمس داقة. يا ساتر يا رب. في الساعة عادي. وبرضو تفضل شادة. اهو الواحد بفضل شاد. مع الحسب بقى. ما الحركة بتنزل. عادي في تلج. في تلج بقى. العارف يا ابني العزاب. العزاب. وكمان انت مخدتش معاك البطوت بتاع محمد صلاح الزهر. اللي هو تعومه في المياه. يعني طب دي كانت غنيتش مشكلة تلجة اللي كان في الوالدة عادي. المشكلة بكت في البطولنا في أفريقيا. بقى محملين بقى من الجيم. وكانت فع عضلاتنا محملة جامد. اه جامد. فلينا فجأة من المدرب اللي حمال بتاعنا. قالينا يلا يا شباب. كل البانيو بتاعي يحط. في تلج. وقاله نعم في التلج. وليبي اصلا تسع من مصر. تلج ساعة. جون تلج. مصراتة ساعة. موت. فكله بقى نتحركوا بتخيل بقى. نازل بقى في تلج وانت قاعد في تلج. طب ما تقوله احنا عايشين في تلج يا كتب. لا بس والتلج. بس بأمانة كان بيأثر معاك ولا. يعني شوية. بيفوى. بيفوى. لا وكنت بتحس ان انت بعد ما تزل تلج. بتدرب بعد جسم. الجسم بيكون فاي بقى بعرف على. بيرجع الطاقة. طب بس دي اتين قليل. لا بس. بيعدوا دهر. بيعدوا ثلاث سنين. بيعدوا ثلاث سنين. وانت نازل وجسمك سخنة بعد التمرين. عذاب. عذاب والله. عذاب. انت بتطلع. بس بس اقولك الحاجة هي بتبقى اول مرة. اول نازلة. طرش الاونية دي. ومع اول تجربة. بعد كده بتبقى عادي. تجربة في التانية في التالتة بتبقى الدنيا اسهل. بس يعني ليه? احنا ايامينا ما كانش فيه التلج ده. اه. كان دولك نخش ساونة. يا سلام دكت الساونة ديه. وتخش والدنيا تبقى نار جوه. بس انتو مدخلتوش ساونة. لما احنا كانت بيعدوا فيه كذا نظام يعني. كانت بيعدوا لنا ايه خش ساونة وانزل عالتالج. من التالج والساونة. فبينه ايه عشان ايه? عذاب تتعزب كل شوية. بس دي صعب قوي. مقبولة عرضك تتعزب كل شوية. ما كانش فيه حد بياعية ولا حاجة من الكلام. لا لا. بس عفكة بتدي بتدي مناعة. انت عارف اللبن اللي بيباستروا بيعملو في كده. بيسخنو جامد وروح مساقينو مرة واحدة. فانتو دايبا كان بيباستروه. بس حلو ان انت دي تخلي بالك ده جو وانتو ما شفتهوش. يعني النهاردة دي خبرات كبيرة جدا ودي ميزة المنتخبات. انتو النهاردة الرباعي اللي لعب ده بطولة افريقيا. وكابتن واقل قال لي ان فيه واحد او اتنين كان يستحقوا يخشوا من عندنا كمان من جيلكو. قال لي انو خبراتهم في السن ده هتفرق معهم جدا لان ده كان اول منتخب زي ما بتقوله في السن ده يلعب. فالنهاردة انت هتخش على الدور اللي بعد كده او السن اللي بعد كده وانت عندك خبرات كبيرة جدا. بتفكر تطلع بره لو جات لك فرصة. يعني جامع اه اه اعتقد اه. يعني يعني في حساباتك. انت ليه ده نهاشت من السؤال تقضيت لك. الخبش مش هتصفرك دلوقتي ولا حاجة. لا اعتقد يعني الفرصة اللي بعد يلعب بره طبعا مع الجانب بقى والفكر تاني في الفوليو والكلام ده بتفرق طبعا. انت عندك اوليسة بنقول نور وآيات اخوات حمزة. اللهو اكبر عاملين شغل جامد في الان سيدا بل ايه هناك اه. فهي فرصة انت تروح الجامعة بستروح على مستوى كويس. مستوى يساعدك. ايوا صح. وسهيلة وفيق خلصتها هي ما شاء الله بتلعب. وكمان شفت انتفرة في مستوى عمل ازالك. اه ما شاء الله. النهاردة من معدة احتياطي لمعدة الاسيف وانتخب مصر احسن معدة في افريقيا. فالنهاردة التفرة كبيرة انت طبعا بتفكر من غير مسألك السؤال. اه طبعا. انت اصلا عايش في البيت في زوم مع اخواتك البنات الاثنين. اه. سواء نور او يدفن انت عايش معهم بره في امريكا. فانت لو جات لك فرصة هتروح. طب شايف ممكن تجي لك على امتى امتى? ممكن تجي لك على دخول الجامعة. ولا ممكن تروح highly school الاول. انا عايز اروح highly school. انا عايز اروح بالجامعة. حد تكلمك ما تبطت افريقيا خاصة انت واخد ام فيدي. وستنا عايزين ان اروح الامارات. انا بس صراحة لا امارات ايه. انت ممكن الامارات في على فكرة. بس مش زي امريكا. وزي مصر احسن. طبعاً مصر أحسن، فبس بيكون فيه اجنت أو قلاء أعمال أكيد حد يكون يوصل لك ممكن السنة جاء بعد كاس العالم ممكن يرشحك الجامعة أو سوري أسف لهاي سكول فأنت سيب نفسك وانت كمان سيب نفسك، تعالي لو واحد راح على هاي سكول ذلك الوقت بيبقى مضطر يعيد السنة حكذا كده بيعملوا دروب، ليه بقى؟ هناك في حاجة اسمها اج جروب، بيدخلك على السن الأصغر هم هناك في أمريكا نحن عندنا عادي جداً، يعني أنت في سنة كام؟ تانية سنة سنة، هو في سنة كام؟ أولا سنة، لا أمريكا كلهم هتلاقين فوق أولا سنة، يا إما تلتة عدادة لهم 2008، هتضطر يعمل إيه؟ تروح هناك بيدروبك سنة، عشان تبقى مع الاتج جروب بتاعك، لأن إنت لو لعبت مع الكبار، هتبقى أنت جسمك قليل وهما جسمهم أكبر، هتبقى فرق المستوى، فلازم تدروب بسنة عادي، مفيش مشكلة على فكرة لا، يعني لو هذا التمن أن أنت تلتحك بأحد المدارس أو الجماعات العالية، لا دروب بسنة عادي جداً، وإنت مبسوط وهبي، والحياة عادي جداً، والحياة عادي جداً، أنت تروح تمتحني هناك SAT، والدنيا مش تبقى صعبة زي السنة عامة، فأنت النهار ده لا دروب بسنة، وإنت سمى من هنا لهنا، يعني عادي جداً، طيب أمالك وتموحاتك بقى قبل منه الفقرة دي، لأنني دائماً بحب أسأله، أروح ألعب في إيطاليا إن شاء الله، وأحسن لها في العالم إن إن شاء الله، خلي بالك بابا قلبه ميت يعني، يعني بابا من الناس اللي بتتحدى كمان، يعني حتى في لما زي وزنه وزنه زي التحدى الدنيا وقل الوزنه بشكل، فأنت واخد، طب بابا دايما بيقول لك يا بابا، بيقول لك نصيحه لك إيه؟ لا بيفضل يقول لي بقى كمل يعني وما تفتكرش إن ده آخر حاجة، بابا شديد عليك ولا حنيين؟ لا حنيين حنيين، يا راجل أطرح، لا والله حنيين، بسزاد في موضوع الفول يعني بيبقى ماشي وراي اللي هو بيكلب، يعني عمل ممكن يدي لي تعليمات كده بقى، ما بيقساش عليك في حاجة؟ لا، أنا صغير شوية، دلوقتي لعب دلوقتي لعبي وانت صغير ها؟ اه، اه، كويس انت بتعترف تعجبني، كده وكيد بابا بيتفرج علينا تعجبني، بس انت الوقت يا ميت ماشي على العجين بطلق بطلق، ما روان نفس الكلام إيه لأخبار، انت في البيت ايه فيه شدة ولا الدنيا حلوة؟ لا، أنا حسنا قلت الحمد لله كلها تلعب بيقول لي يعني، طب قول لي مين، أنا معرفش؟ أبويا كان بلعب في الزبال والله مين؟ محمد بتولي أبويا، والله ما شاء الله كان مركز كام؟ كان سنتر بس في المنتخب على أبوه وبصير والله ما شاء الله، وأخت ماري متولي، ما شاء الله الله هو أكبر، طب كويس، كابت بالقالي وراحة زمالك دولي أنت، طب انت حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ طبعاً أهل عبارة طبعاً، دي مفيش كلام؟ أمريكا بقى كده إن شاء الله، إن شاء الله، ومجمعها وبقى كده تكمل، طب الدول الإيطالي ايه ما فيش؟ لا، خليها بابا يتكلم عن الإيطاليين، ربنا أفاك يا أولاد، إن شاء الله سعيد بيك، وأنا سعيد جداً، أنا شايف نادي الأهلي ما شاء الله يعني جيل طالع حاجة تفرح بأمانة، بشكرك طبعاً مروان متولي، نورتين وشرفتين، أتمنى لك كل التفرح حردك حمز يا سين، بشكرك نورتين وشرفتين، ومبروك على كأس أفضل لعب وكأس البكتورة كمان أعزائي المشاهدين، ده كان فكرتنا الأولى، لسه عندنا فكرة تانية، هيكون معنا فادي محمود وزياد جنين، برضو الاثنين من أبناء النادي الأهلي واثنين نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر ولفازوا بطوط أفريقيا منذ أيام قليلة في ليبيا وتأهلوه لكأس العالم بعد الفاصل أهلا بحضركم من جديد، وبفكركم تاني، الضيوفي النهاردة هم أبطال أفريقيا لكرة طائرة تحت 17 سنة وبالمناسبة دي أول بطوط أفريقيا للسن ده يتعمل، كان دايما 19-21 هلا بتتعمل فالنهاردة أن مصر تفوز بيها ويكون فيه رباعي أهلاوي من أصل 12 لاعب، فمعنا كده أنه النادي الأهلي في السن ده بخير والجميل أن ثلاثة منهم من الأربع العيبة في مركز أربعة أو دريبة من مركز أربعة هو المركز الأصعب في الفولي بول برحب طبعا بديوفي الجداد اللي منعوريني في الستوديو، زياد غنيم، أهلا بيك زياد منعورنا مبروك على كاس البطولة وإن شاء الله تعمل كاس عالم كويس بإذن الله فادي محمود منورني ومشرفني وألف مليون مبارك فادي خلينا أكلمك أن البطولة كانت صعبة، كان خمس فرق مشاركة وطبعا كان حمزة ومروان في الفقرة الأولى ووضحون لأكتر أنهما كان خمس فرق ونلعب كلنا مع بعض خلينا أسترجع مع بعض الخمس فرق كده مصر، تونس، ليبيا، الكاميرون والمغرب الخات خمس مين؟ مغرب، مغرب خرجت من الأول على طول من الأول على طول، بقى كده إحنا لعبنا مين في القبل النهائي؟ الكاميرون وليبيا وتونس طيب مطش الكاميرون كان صعب شوية، نص النهائية وهم أصحاب بشرة سمراء بيطيروا، لعبتوا إزاي؟ يعني إيه التعليمات اللي حلالكم المدرب؟ لأنه طبعا أنت بتلعب شمال أفريقيا غير لما تلعب أفريقيا السمراء النهاردة كان إيه تعليمات وليكوا الكابتن قبل مطش الكاميرون؟ قال لكم إيه؟ إزاي نقدر نكسبهم؟ طبعا هو أما أجل الهدوء، ومش عشان إحنا كسبناهم طبعا في الأول يعني نحن تبقى مرتاحين، وكانت فرقة دخلها أنها عارف أنها تخسر، وكانت تلعب بقى رئيحية جدا وإحنا عشان كسبنا، فكننا مرضو بنعب بقى رئيحية، بس مش عزيين أن هذه الحياة تيجى علينا نحن نبقى مرتاحين جدا، ومخدين أمور بجدية؟ طبعا، فهم في الآخر يكبوا علينا في المطش فاكر المطش ده خلس أدي يعني الشواط الرابط، ولا كتدوني بعيد؟ أول سنة ليك من نادي العبور، قادما من نادي العبور يعني، ظروف أنت قالك، أنت قالت إزاي؟ مين اللي كلمك؟ يعني، كلمني إزاي تنقلت النادي الأهل؟ أنا أول حاجة كابتن كريم جمعة، كنت بلعب في التارسنة، كان شافني أداك الأهل عنده ماتش كان ماتش بعدين، فشافني وأنا أبويا كان بلعب طائرة، كان عارف كابتن كريم فين بابا، كان بلعب فين؟ كان كابتن أحمود حنفي، كان بلعب في التارسنة ومنتخب مصر أحمد حنفي، محمود حنفي، كان بلعب في منتخب مصر، أنت ابن محمود حنفي كويس جدا، تعرف أنه زميلي يعني، العزيز وأنا عارف، ما عارفش يعني، أنت تعرف أم لا، بس أنا فجأت أن أنت ابن محمود حنفي، ما شاء الله هو أكبر أنت شكله كمان، أنا وارضع ما لأقول يا ربي، الشكل قريب طيب، بابا، مسك رئيس جهازه عبور فترة، صحيح، أنا فاكر، شافت أرغول لك طب، شافوك وقالوا لك إيه، كلمه معك كابتن كريم جمعة، قال لك إيه طلبك؟ هو أكلم معي، وبابا أطاع طبعا، كلمه مع بعض، ومفاوضاتك كلها بين بابا وكابتن كريم كنت مرحب إنتا بالمرحل أهلي، أكيد طبعا، أكيد، أكيد، بس أنت تعرف طبعا المنافسة صعبة يعني أنت في النادي الأهلي، يمكن أنت تلاتية وطولك مهم، بس النادي الأهلي لازم مركز أول، طبعا، مفيش هزار وهتلاقي المنافسة ما بينك وبين الأكبر منك، أنت كمان مش هتبقى بس، هتلاقي نفسك بتصاعد، فأنت بحتاج تلعب مع الأكبر منك طبعا، ده كل ده أنت فاهمه يعني، طبعا، دخولك المنتخب، كان مفاجأة أولا أنت كنت حاسها تخش؟ طبعا كان مفاجئة لأننا في العبور لم يتبça أولا مرة، هتلاقي للعب الذي في الزمالكة أو الفرق دي، طبعا الحمد لله إن حاجتهend للفرصة ألينا لقدبدت لفرصة الكريم، وهكذا كنت تهديل كبير والضدري، هل تعلمت معي لعبت في 대박 اي قد كان ماتش النهائي الصراحة ، مالعبت في ماتش النهائي، لكنه كانت ماتش جدا، لعبت في جمهور كرة، كان ماتش مشاوض، يعني لعبت في ليبيا في المجمعات أردت ماتش جيد؟ الحمد لله كان برضو ماتش في جمهور وكده طبعا الجمهور بيديك حماس انك عايز بقى الصوت وكده فانت تعمل ولقطة كويسة فالجمهور يهدى خالص فطبعا بتبقى حاجة كويسة انك لقى قدام جهور بقى شعار كويس رابع عليك انا عجبني ان انت عندك ثقة وعندك هدف وبتتطور بشكل كبير يعني من نادي العبور من نادي الاهلي ومن نادي الاهلي تخش منتخب مصر ربنا يوفقك ان شاء الله يعني وتبقى حاجة كبيرة زي بابا ما كان حاجة كبيرة ان شاء الله اجيلك بقى زياد انت اربعاية وطبعا بتلعب مع حمزة ومروان في نفس المركز كلمني عن البطولة في شكل عام هل تخضيت من مستوى الفرق ولا حسيت ان احنا مستوانا فارق عن الفرق التانية يعني انت برضو العيب صغير او مرة تشارك في بطولة كبيرة فاول ما بتخش الملعب وتشوف الفرق بتلعب بيباليك انطباعك انطباعك ايه وما شفت الفرق قلت لا دا احنا بعيد ولا البطولة صعبة ايه انطباعك الاول هو احنا قبل ما نروح اصلا ما كناش نعرف الفرق مستوى ايه طبعا والطبيعي فاحنا كنت بنتمرن هنا كنا باللعب كابتان احمد كان بيجيب لنا فرق درجة اولى فرق جام دا يعني اللعبها وكان دا مستوان احنا بداخلنا البطولة يعني الحمد لله احنا كان مستوان عالي عن الفرق فعشان كده ورضو في نفس الوقت كنا احنا بندخل اي ماتش عاملله حساب مهما كان احنا عارفه احنا اكسب 3 صفر بس لازم انتعمل اي فريق اي فريق اي فريق تعمله تديله حقه لان انت ما اللعبة مش بالاسماء يعني اسمك بس هتنزل في الملعب لازم انتلعب صح ابو عليك والحمد لله يعني كنا نكسب ماتش الماتش اللي بعده نقف الماتش دا نفتح الماتش اللي بعده كان عندنا يوم واحد براحة فاكر اول ماتش كان ايه فاكرها زياد اول ماتش اول ماتش فى البطولة فى تونس اول ماتش دا بقى فى رهبة اول ماتش اه طبعا احنا مع عمرانه ملعبنا مورما لعبنا فريق عبلي كده فدخلنا على طول اول ماتش تونس تونس يعني دا من الفرق المفروض ليه هاي اسم كان تنافس معنا فى البطولة يعني انت جاد تانى تالى تالى يعني الحمد لله بعد ما شفنا الفرق احنا اول بس يكون اول مش بالكلام كنا لازم ننزل ونلعب والحمد لله يعني خدنا بوتورة في الآخر ودي الفرق عجبني الكلام يا جزاد عارف ليه؟ انت قلت له لما شفنا الفرق عرفنا ان احنا اول لان احنا حاسين بإمكانياتنا بس ده مش هيجي بالكلام عجبتني الكلمة حلوة ان انت فعلا عايز احنا شفنا عندي ثقة في نفسي ان انا اول او بعد المنظر اللي شفناه او اللعيبة او المستويات لأ انا حاس ان انا اول بس مش بالكلام لان لازم انزل اقدي والعب لعبي عشان اقضى رأس بالدهب بالنتائج طيب انت لعبت مبراية ايه ما طبعا منتخب اي حد يلعب زي اللي ما بلعبش طبعا ما كلنا في منتخب مصر ده شرف كبير بس انت لعبت مطشات ايه تفتكر انا لعبت كله كل المطشات ايه احنا مطش لعبت الناقي طبعا لعبت الناقي كله وده كان حاجة حلوة انت بتلعب مهما كان الجمهور بيتكلم عصبية بالعكس ده مهما كانوا كابتن احمد والجاز الفني كان كله بيقول اقفل اقفل ودنك من الجمهور اعتبر الجمهور بيحمسك انت احنا كان كده مش فاهمين اللغة احنا كان بتقلينا كده برضه مش فاهمين اللغة بس في افراقيا بيش اتعاف تقبل كده لان افراقيا بتبقى معروف ان ده مش لهجة بتلاقي زمامير وطبل وحاجات غريبة بس هما قفلنا دماغنا وكنا بنلعب اسن ان هما بيشجعونا احنا فعدنا نلعب بقى وكان مطش حماسي اللي يلعب اللي يجيب بونت حالو الجمهور يسكت يوم بيجيبه بونت الجمهور يشتغل فا احنا لازم ان نلعب جامد عشان نقف الجمهور كان لعبة حماسي لعبة حماسي طب فاكر نتاج الاشوات كانت كام؟ في النهائي النهائي اول ماتش كسبناه 17 تاني ماتش تقريبا 18 يعني كان كله انضر يعني بنمسل لغاية التلت الاخراني اكوال بقى كده نفرق طيب والتالت التالت لا التالت كنا كسبناها 15 ده 15 او 16 حاجة اه كان حصل انهيار بقى خلاص انما الاول والتاني شوت الاول والتاني كان الدنيا مقربة جدا اه اصلا كان في ليبيا بعدما صعدت كاس العالم وما كانش في ليبيا مش اللي هي عايزة تدخل مع منتخب مصر في لعب وكده بس ده حقها طبعا لنا بتلعب على ملعبها طبعا ملعبها وعايزة تكسب وجمهور ما ممكن لو دهرت معنا في العشرين والحاجات دي ممكن تطمع عايزة تكسب وكده تاخد شوت منك والدنيا دروس طيب ماتش القبل النهائي ليبيا كان مع تونس تاني اه صح؟ فاكر خلاص كم؟ ده كان كله جيم مقفولة كان فيه جيم خلصان 34 تلاتة واحد لليبيا كان كان تلاتة واحد لليبيا بس كانت جيمات مقفولة جيمات مقفولة وتونس عملت ماتش حلو برضو مع قصان الجمهور طبعا الجمهور لليبيا حاجة يعني اه 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 خلي بالك الجمهور لانه مفيش بطولات كانت بتروح لهم لان طبعا عارف الاحداث والدنيا لانه النهاردة بدأوا ينظموا وينظموها في المدينة كانت سخنة طول الوقت مشرطة يعني المدينة كان فيها دايما احداث كتيرة فالنهاردة بتنظم بطولة لا الجمهور عطشان ومتحمس ان يحدى المباراة المنتخب بليبيا طواتي طبيعي جدا طيب كاس العلم اللي انتو طلعتوه حاسين تتعمله حاجة؟ ان شاء الله يعني احنا طموحنا اعلى بكتير ان شاء الله ممكن ناخد حاجة في كاس العلم او ناخد مداليا ان شاء الله يعني نعم يعني بحكم التاريخ وبحكم اللي احنا شفناه قبل كده لا انتو السن ده والجيل ده هيعمل حاجة كويسة خاصة ان احنا 19 و 21 عملوا شغل كويس فانتو ان شاء الله في كاس العلم اللي جاي اتوقع لكم تعمله شغل كويس وعايزة اخد رأي فادي برضو فادي انتو حاسين احنا ممكن نعمل حاجة في كاس العلم؟ اكيد طبعا احنا املنا في ربنا كبير ان شاء الله في كاس العلم هيبقى منصين ان شاء الله على البطولة كمان ان شاء الله يعني عندك الويلينج انت لو شو يعني ستخلي بالك بيقى فيه ساعات يقولك اه هنعمل وبتاع ويروح يشوف مسرة مسرة تيشيرت رومانيا يخاف لا انت فاهم وصد ايه يشوف تيشيرت يعني انت موضوع ده مش وارد يعني انتو كجيل بتقلقه ولا لا عنزين تلعبه اي حد كده هنلعب احنا اتمرن سبعة شهور وانا اتمرن كمان سبعة شهور او ستة شهور واحنا اقدر مسؤولية طبعا ان شاء الله تعجبني طيب الجهاز الفني قالوكوا اخدين راحة قد ايه ولا ما اتكلمتوش لسه لسه راجعين من يومين ما قالوكوش لسه بقى هتاخدوا راحة قد ايه ونرجعنا اتمرن تاني ولا البرنامج لسه ما تحطش اصلا لازم اعرفوا ان احنا عندنا بطولة في شهر اثنين بطولة في شهر اثنين وليها تلعب في ليبيا ان شاء الله في ليبيا برضو طب دي حاجة كويسة يعني معنا كده اثنين انت ممكن تتجمعوا على اول اثنين نصف فبراي نصف يعني البطولة في شهر اثنين بس امتى في اثنين ما حدش عارب بس انت قابليه على الاقل بسبوعين هتخش في المسكر وبرضو هتصحب منهم بدر يا باشا وتتمرن ساعة 12 واثنين ايه ما صح وده السن بتاعكم بقى معليش هتحملوا بقى طب افادي قولي يعني مين تلتاية بتحب تتفرج عليها في مصر او واسلك الاعلى سيبك من بابا دلوقتي مين بابا كان بلعب تلتاية صح طيب سيبك من بابا طبعا لانه اكيد مسلك الاعلى بس خلاني نقول من اللعيبة اللي موجودة في مصر مين عايز تبقى زيه يعني انا عايزة بقى زي ابوه وفي الاخر ابو يدل ماشي ماشي يا سيدي يعني بابا تمام خلاص ماشي يا سيدي مين بقى تاني المركز التاني يعني مين في مصر بتشوفه بعيبه لعبك دولب بقى يعجبك لعب سعودي ايه سعودي طبعا برضو دولب حسنا دولب اه يعني شايف دولة دولة استوى وسنه وبتاع فطبعا اكيد استوى عبه طبعا تتكلم على برضو العيب كبير ربنا يديره الصحة عبه برضو عمل تاريخ برضو كويس جدا نفسي كناب بالنسبة لك زياد مين مسك الاعلى في مصر اربعات اربعات واحمد سعيد احمد سعيد ما شاء الله الله اكبر عليه ربنا يشفي يا رب يا رب ربنا يشفي طب وعالميا مين افادي اه اه عالميا مش حضرك حادي زعيه سايمن عادي عندك سايمن سايمن اه بلعب فين سايمن او جنسيتو ايه هولندي تاريخ هولندي كوبي كوبي مش عارف اه بس انت تفرجوا علي بلعب فين طبع في الدولة الايطالية او ايطالية اه متابعين وثلاثة اجاب ده الله اكبر ان شاء الله تبقى زيه انت برضو مين عالميا زيادة عنا عالميا نجابس ده اجنسيتو ايه ولا ده فرنسي ده ام بلعبش اللعب القوة قوي بس بالدماغ ممكن يلففهم كلهم المرعب بس بحب الدماغ انت واضح انت دماغ برضو انت فادي هادين ودول عصاب هادية وبتاع يعني مش بتتوتروا طب خلينا اتكلم عن طموحاتك كل العيب بني اسأله في نهاية كل فاكرة انت طموحاتك ايه نفسك تعمل ايه وبنتحاسب بعد ساعتين ثلاثة ويجي نقول مرة نواضحة ايه نقول خلي بالك ده انت ايه كنت قلت كذا سبحان الله ربنا حقالك اللي انت عايزه انت نفسك في ايه انا ان شاء الله نفسي بعد كاس العالم الجاي ان شاء الله ناخد كاس العالم واحترف برا في ايطاليا تحترف ولا ممكن الاول انت هتبقى عايسكول انت في سنة كام اولة 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 فانت لسه عندك دراسة هاتدى تحترف انت بتاني سنوي عادي بيسمحولك تدرس هناك لا انت هالي انت الخطوة الاولى مفروض تتلطحك بجامعة او هايسكول بتهيقلي بس انت عايز في نهاية المطاف تروح الدوري الاطالي دوري الاطالي بس ده دوري صعب او بقى ان شاء الله ان كونش يدينا حيالنا برضو من العفوق ان شاء الله تعمله ان شاء الله او هان حضرتك هنا تاني انا مشتعد والله وعمل لكو هنا بص هقيم الافراح والله يوعد مني ان شاء الله يعني القناة كلها واكيد ده يبقى في سببورت من دارة القناة لو في يوم خدتوا كالس العالم اللي جاي ده ان شاء الله هنعمل لكو اهم احتفال ما حصلش ليكو انتو ايا كان رباعي اخوا ماسي من نادي الاهلي هنعمل لكو احتفال كبير طب خليني انا اسأل فادي بردو انت نفسك في ايه فادي يعني انت يمكن ان تموحاتك في السنة دي ربنا يعني الحمد لله ربنا يحقق لك حاجة كويسة كتير او ان انت طبعا نادي العبور نادي كبير وتربطني صداقات كتيرة جدا بمجلس إدارة ورئيس النادي نقلت من نادي العبور رحت نادي الأهلي الحمد لله في السنة نافس سنة تخش منتخف الحمد لله عندك طموحات السؤال ده كنت سألت لك من سنة غير دلوقتي النهاردة بقى نفسك في ايه طموحاتك ايه طبعا الطموحات الور Hub ونزال كاس العالم إن شاء الله إن شاء الله هنعلق بمادياريا وبعدين طبعا إن شاء الله بعد الجامعة إن شاء الله باعرف اخش الجامعة بره كده والعب بره بعدين إن شاء الله ربع نحترف برضه في إيطاليا كويس حلم حلو حلم يعني إن شاء الله أحلامكو يعني قريبة المنال من الصعبة يعني حضرتك بتقول مثلا رحينا نلعب كلاس العالم معنا مثلا إيطاليا معنا فرنسا معنا الدول دي مع الدول دي برضو زي ما قلت لحضرتك في الأول لو مش هيلعبه مش هيكسبه الله نور عليك صح فإحنا لازم إن إحنا هنلعب برضو مستوان إحنا الجيل بتاعنا ده بسم الله إن شاء الله سنسلم عليك وحييك على الكلام اللي انت بتقوله فعلا هو الملعب الفيصل إحنا هنلعب وأنا هنشايف في عينيكو الكلام ده هنشايف في عينيكو أدينتو أحبين يعني إن شاء الله تعملوا هتعملوا إن شاء الله إن شاء الله بشكركم شكرا كزيرا فادي محمود بشكرك وألف منهم مبروك البطولة وهننتظر إن شاء الله بإذن الله الوعد بمداليا بإذن الله في كاس العالم إن شاء الله زيادة جنين بشكرك ألف منهم مبروك وببرك لك على أداء في البطولة إن شاء الله تعمل اللي انت عايزه يتحقق كله عزيزي المشاهدين دي كان حلقتنا النهار حاولنا بقدر مستطاع نجيب لكم كل الأخبار على الساحة الرياضية وكمان التقينا بنجوم عرفناهم بكم وعرفناهم وعرف حضراتكم عليهم دون نجوم المستقبل في كرة الطائرة ومش في النادي الأهلي بس ولكن في مصر كلها أشكركم شكرا جزيلا وحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة من الأبد